ترجمة نانسي قنقر لأنه اليوم لقائي غير اللقاءات اللي عملتها والمقابلات اللي عملتها اليوم بدي أدخل على حياتي كمحاورة أنا بذكريتك الحلقة الماضية أوصلتي لمطرح أنه بدي كدشني حفلة تتشين بنيتي وبي هالحفلة بالزيت تم التعارف أول مرة مع جو حمو خبرينا من هالحفلة شو صار الحقيقة أنه بس حبيت أعمل إفستاح بيتي وأنا أستاذ بديع وعائلته كانوا مثل أهلي وبعضهم عزمتهم بهالصهرة ما كنا يعني في غير نحن وياهون في معهم شخص إجا معهم شخص اتفجأت فقال لي أستاذ بديع المغترب تجو حموض وإنسان يعني مهم أخدني عادة قلت له أهلا وسهلا ضيوفك ضيوفي والبيت مفتوح وهايك فقعدنا كانت جو كتير دم وخفيف ليلتها وفهمت من بديع أنه مقرش كمان وحالته مني ونحن الفننين نتعذب كتير لنقدر نشتغل ونعيش وهايك يعني أنه مش مهم الفلوس بس أنه تأهلت فيه وعرفته مهم فقعدنا بالليل قال شو أنا رايحة لندن بتروحوا معي كلكون أنا عايزة مكون قال لي بديع شو رأيك طولهم نروح مدام أنتوا رايحين معي أنتوا عينتك يلا ورحنا على لندن وقعدنا مدي طويلة ومبسطنا كتير طولت يعني العزيمة قديش الفترة يعني بعد كذي يكرا قديش عدنا تقريبا طبعا هي أنا عرفت جو بالسبعينات وقعدنا يمكن شي عشرين يوم بعدين أنا كان عندي حفلة بالكرنيجي هول بأميركا يعني هلأ من بعد لندن سفرتي دغري على أميركا على أميركا رحت لواحدة طبعا لا جو ولا حد وصلت لهونيك وأنا بدي عمل بروفيت يعني هيك لقيت سعلي بالصالون بعد شي ثلاثة يامي قلت له لأختي ولكشو هايت وتجو حمود إيجا لهون قتلي ولا ولا سعلي افتكرتي تجو طلعت لقيت تجو مطهط أنا عرفتين من سعلتو من سعلتو بالهايدي باللاقياتين يوم عندي الحفلة رحنا على الحفلة ما فيه لا نفر اطلع أنا بهالصالة يتجو ما في ناس يدلي كارنيجي هول ما حدد يحلمي غنيتي يتجو في ناس ما في ناس ومدرشو اثمين ونص طلع قال لي صباح صالة مليين تنتظر حك علي وطلع لي خمسين واحد دخيلك يتجو قال لي صالة مليين وبالفعل في بلكوم كمان الناس لبرا لبرا شو كانت فرحتي عملنا حفلة عظيمة ستسباح ليش خفتي وقتا يعني ليش وقت فتتي عسال والأيتيها فاضي خفتي نحنا دائما نخاف وأنا قلت كارنيجي هول وأول واحدة بتغني عربي بتغني فيه يعني ما رح يجيني حدا لأنه جيلية متوزعة بمناطق بعيدة عن قلب المدينة ترح يجو ومدرشو بتعرف الفنين بخاف كانت أول حضرتك كنت أول فنينة أول فنينة بغني بالكارنيجي هول نعم حلو طيب بي هالفترة تجو من بعد الحفلة جو حمود سيفر من أميركا ولا بقي؟ لا تجو حمود كان عم بيسعول ومبهوح يعني لما قعدنا البحة بتروح بعد يومين ثلاثة ما كانت تروح بحته عم بتزير قالت يا تجو شو بك أنت وصوتك قال لي بارد بروح قالوا لا تعال روح شوف حكيم فأخدونا موعد من حكيم رحنا لعنده قال له لتجو عندك مرض مش منيح بزلعيمك أنا سمعت الخبرية لأنه عيش وحبوه بقلتي لطيف شو هالكارسة هايدي قشعت وصرت أبكي حتى إنه لو ما في حب أو ما في أي شي بعد بكير إنه عدت أيام بس تقسرت كتير كتير فقلت له تعالي تجو رحى لندن شو رأيك أحسن فرحنا على لندن وهونيك شوفنا حكيمين ثلاثة قالوا نفس الشي خدنا موعد تاني يوم لا عملية لصوته تسعة الصبح كان فيه دكتور مصري بلندن ونحن معاودين عليه كتير قلت له شوف رح أطلب هالدكتور المصري بدي أسأله رأيه قبل ما تعمل العملية هيك ستصلي بالليل واحد فسألت الدكتور المصري قال لي فيه حكيم واحد بس أشطر حكيم بالعالم اسمه ميكس والإلس انتبه دخيلك خلي موعد منه بدي روح شوفه لأن شي مهم كتير رحنا أنا وجوه لندن حكيم طلق له عندك مرض خبيس ولا جديد عندك شي على الأوطار هلأ بشلا كني ضغري هون انتوا قاعدة عندك شوف رحنا وشو كيافنا وعيشته من جديد وصوت صوته لحد هلأ يخز العين كان عيد بالنسبة له طبعا نعلو شولا كانت حيات جديدة يمكن حيات جديدة ومن هالقصة هايدي جوهزني عندما جوهزته طبعا دخل على العيلي وولادك هويدا وابنك شو كان تعليقون أو كيف كانوا مع جو حمود يعني حبوه كتير لأنه كان كتير دمه خفيف وكان حبوب يعني الوحيد اللي وقف حدي رجال بكل شي بالمادة بالوقفة يعني حقيقة حبني جو حمود منيح وكان بالوقت أنا عندي ثنيقة 80 مسرحية ولقيت هالبنات هيك لبسين شارت فأنا طلع بمخة إنه ليش هني بدين لبسوا شارت خمس سنين والله وكيلك بعث لي ورقة الطلع على المسرح كان يجي يحضر المسرحية برغم إنه بعث لي ورقة الطلع طيب برأيك إنه كان هالسبب الوحيد إنه لأنك لبست شارت ورفض هو يعني برأيك كان هيدا هو هيدا السبب هو هيدا السبب مظهور سبب الطلع وإنت ما قبلت إنه تتنيزلي عن عن شغلي وهيك يعني وما قال إنه ما تلبسي شارت أو لاش لبستي بعدين قال لي بعد ماذا شو لبستي لي شارت لحتى يحكوا علي لحتى الناس تلتقذني إنت أخي تفنيني مشهورة يعني طبعا طيب بهالفترة كنت بلبنان أي وكيف رجعت تمت صلحة شيء أو كيف شو عقصة يعني عد الحقيقة صالحنا وبطريقته يعني هايك وبعدين بين وبانك لما كنا بالمسرح أنا عنات شوي بالأول كنا بالمسرح ولقات وحدة جاي ومقطة عشرينة يا دلي بدي ست صباح بدي مدري شنوة يا عمي شو القصة قال لما طلقتي لما طلقيك هايك كنت أنا موعودي إني أنا تجوزه وهو كان حيب بأنه يقهرني عارفت كيف عمل علاقة مع هالستة وإجيت لما رجع لي مقطع كل شرينة يا دلي لما عرفت إنه عم بصلاحني وهي فأنا عن نتبع قلت له له هون فيه تقطع شرين وقصص خليك أنت بحالك وأنا بحالي وسفرت عمصر بمصر لحقني يعني الحب الحب ما بيموت لهاي عمودي نجو حبه لها هلا أنا بحبه كتير حبه لإلك يعني ما لحقك عمصر شو صار؟ نحنا رحنا على مصر وهيكي وصار من وقت لوقت إنه يعني طبعا هو لما بحبني ما بضحي بأي ستة أو بأي حدا أنا هيك يقدرت فقالت لي مرت عبد الوهاب لك ما هو هون كان فيه وحدة لبنانية زمان وكمان قاله بدي أتجوز قلت له وقيت جوب يحكي تجوب بحبني كتير وهاي دا رجعنا عرجعت وتجوزته لأني عرفت إنه لو ما بحبني ما لحقني قلت كي؟ نعم هاي دا ورجعنا تجوزنا من جديد قالنا شو قالنا يلا تعال روح نقبضي فترة بلندن ونبسط نعم هوني رجعت وصفرتوا على لندن نعم سفرنا على لندن بلندن قالت له بدل ما تكفع قتيلو هاي دا خلينا ناخد شقة خدنا شقة قالت له خليني يجيب بنتي والله يخليت له هايكي ويجيب أختي سعاد وأنا بمبسط معاودي علي وأنه بنتي تقبرني إلا زمان ما شفتني قال طيب فبعتنا جبني هون ورحنا على المطار لقاينها هاي دا نزلي مع كلب هروق هاي دا برجاء الماء يعني شياته كبير كبير كتير قال شو هاي دا هو دنبو خفيف قالوا انت شايفة كلبه مع الال أبدا بترجع لبنان أنا كلاب ما بده هونيكي لازم ينكتب الكلب باسم العيلة باي إسه مكسمينوما شو قلت له مش مهمة لايينزه منشوف نسعه شو التفاصيل قال teaches قلت بديوا أقول بالكارانطينيا ست شهرت ه savoirigung هاي دا قصة نحالي هاي ه�� sew مرحلة هويدة لا مجمورة برطة فريحنا قعدنا بهالشقق كل يدنا سوا وانا كان عندي حفلة مهمة جداً هونيكة بأكبر مسرح ضرور ريلان تياتا وقلت يمكن عرضوا لي حتى هايدي القصة بالسكستي منت بأماركا فجبناي هون وراحت صهرت هي والفرقة هوايدة هوني مطرة وهي شعر طويل وعناية خضر وشعر أسوأ حبوا انو يتعرفوا عليها الانجليز وهيكي يعني وطويلة وترقص وهذا فالشمعي بالدكية اتحمسوا فعملوا قصة هونيكة وضربوا الاشخاص قصة طويلة عريضة توقفوا كلهم سوا بها قال لي تجو كمان توقفوا انا لا بعرفة كلهم بتعارفيني وانا نهرت انو بنتي كمان اكيد اكيد دخيلك يتجو طول دخيلك تركني بس قصة البنتي قوعها طبعا تجي بنتي على البيت انت لك ما عارف هوني انا بردي اتباه ده الله يخليك ما تخليني موتوا هايك حرد له كم لايلي ينام لوحده بالوضع انا لوحده وهايك بالاخر الحمد الله انو طلع مشكل بسيط وطلعت هوايدة ورجعنا من جديد انوية فضليت هوني لا ارجعنا جينا ايه قديش قعدت فترة بلندن قعدنا فترة شهر او شهر بس ورجعتوا على لبنان ورجعنا على لبنان اذا بفترة اللي كنتو فيها بلبنان شو امت باي اعمال سينمائي دي او اعمال مسرحي دي او عملت شي بكلين وجودكن بلبنان بها الاسناء طبعا مسرحيات دايما كنت بس بها الاسناء اجي حلم رفلة منتج ومخرج عظيم ده مصير بدو مني فيلم وقعدت بالسلون وعم بصقي قهوة وهيك اجت جو قال لي شو هيدا قتله جاي عمل فيلم قال لي طيب جاي انا شو هيدا ملقاينة جاي محضومة جو محضومة ساحب هالفرد على هالمنتج قال له اسحب قال له حلم رفلة يعني ايه اسحب دي قال له يعني اسحب طلع من هون وهيدا قال له ليه قال له انا مش عايز مرت بقى اتعمل افلام وانا مدري شنو قال له لا 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 بس شاف الفرد قال له لا ده انا جاي قال له انت ادهيتي وانت ست ما تنفعيش في الافلام غير فكره غير فكره غير فكره غير فكره وضر راكل من الباب طيب برأيك جو كان غار كتير اكيد جو حمود يعني من خلال اللي خبرتين ايه عن ذكرياتك مع جو حمود كان غار ايه كان ايه كتير طيب عودتك الو تاني مرة طبعا بس عودتك الو تاني مرة ما كنتي حيث بهالحساب انه يمكن يحد من اعمالك الفنية او من نجوميتك ايه بلا بلا بس انه بضل قلبي يحن عرفت جو طيب اه وهيك وانسان وكان حدي عظيم هايه ايه وبحبني ومعدول هلا حتى مرته يعني بتقلي اخد ست كتير كويسة اسمه صباحك حتى عادل عسيران ووقت من الاوقات لما كان جو تعب بقلبه عزبته انا وهيك قال له كيبك تعمل عملية الرئيس عادل عسيران لجو كيف قال له لا اذا بدي اطر بدي اخلي الميل اللي فيها صباح حالو كتير حالو كتير حالو كتير مهم مهم من جوله قديش قعدته فترة قدنا شي خمس سنين خمس سنين طيب جو كان نايب بوقتها كان عم بيحضر عم بيحضر شاركتي بالتحضيره كان قليك تأثير كان قليك تأثير كان إلي تأثير ما في الشك ساعدت مني هلو كتير هلأ أنا صار دوري أنا بدي حب إسألك شغلي كتير هيك دقيقة شوي بالمذكرات كنت عم بحكي أنا وليك قبل بشوي إنه هل يا ترى الصبوحة رح تحكي كل شيء بمذكراتها قلت لي لا أكيد 30% رح خليهم لقلي حب إسألك هل 30% ليش بس 30% أول شيء بعدين هلتتين بالمية يا ترى هلني أسرار بحيات الصبوحة وما بتحب تكشفهم للعلن أو هلني أخطاء عملتهم كمان بحياتها وما بتحب تعترف فيهم أو هلني أعمال خير عملتهم بحياتي وطبعاً اللي بيعمل خير ما بحب يقول أكيد قولي أعمال خير ما بحب يقول هاي بس يا ما عملت الحمد الله يعني وهيك تعرف العطاء أجمل شي به هدنك أنا أخطائي كانت كل الناس عفتها يعني أخطاء سطحية متكل أي إنسان أصلاً ما في إنسان من دون أخطاء ولكن هال 30% برأيك بيدخلها شوية أسرار أسرار ولكن هالأسرار بتجرح الناس هادي يا يعني في أسرار بتجرح الأهل بتجرح الناس اللي ارتبطت فيهم هاو بتركوا لنفسي لأن إنت عارفة أنا عشت إلي شي خمسين سنة فنانة عم بيشتغل بهالفن ما حبيت إجرح حدا بحيتي فمش رح إجي هلأ كمان جرح عم بيحكي الإشياء اللي بتهم الجمهور نعم برأيك إنه الجمهور هل هل يمكن الخمسة بالمئة لتالي كتير لإليك برأيك إنه ما بيهمون بيهمون بس حتى الجمهور بيهمون كتير ما تجرحي يا ريت بتضلي على هاك ما تجرحي وقتلهم هاك رح كون تطمليلهم ألهم على كلين هي ذكريات أكيد أنا بقول إنه مقروقة لأنك أنت كتاب مفتوح بحياتك كلك أنت صادقة وصريحة مع الناس كلها وما كان عندك أبدا طرق ملتوية بالحياة إن كان بالفن أو بحياتك الزوجية والشخصية مع كل اللي أجتمعون وحتى كمان مع أولادك الحمد لله أنا بتمنى لك الصحة والعافية والتوفيق وإنت كمان الله يخليك موسيقى 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 فقال حسنة موسيقى 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 اشتركوا في القناة